صباح الهنة صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على حضرتك وصباح الخير على المشاهدين قناة النادي الأهل نورنا النهاردة وسعادة موجودك وطبعا حدث كبير عايزين نكلم معك با عن كل تفاصيل وبدأ من رؤيتك لحفل الافتتاح أصلا طبعا أمم أسيا ومبارات الافتتاح كمان اللي شهدت فوز قطر على لبنان 3-0 حفل الافتتاح بسيط لكن ركز على حياة يعني من نسبة لنا كانت كويسة خصوصا الفقرة الأخيرة لدعم فلسطين وكانت بالنسبة لنا حياة كويسة جدا بالنسبة لنا طبعا المبارات الافتتاحية وانتخب قطر يعني فوز كان سهل ومبراكل في المتناول له طبعا المنتخب اللبناني لسه يعني ما كانش ظهر بالمستوى المتوقع شوية ان هو يقدر يدخل المنافسات في المجموعة دي خصوصا المجموعة قد تكون شوية محصومة لمنتخب القطري مع المنتخب الصيني بالنسبة برضو لباقي المباريات يعني شوفنا مبارح مثلا مبارات منتخب الياباني كانت مباراة بالنسبة لنا مفاجأة بعض الشيء في أوقات المباراة المنتخب الفيتنامي كان حقا مفاجأة ان هو يتعادل وبعدين متقدم في النتيجة لكن خبريات المنتخب الياباني قاضيتهم انهم يكسبوا بالأربعة متخبيل جدا جدا ويعني فريق كله فريق كله محترفين في دوريات أوروبا ويعتبر دوريات كمان نتكلم في تصنيف في أفضل خمس دوريات في العالم فمنتخب أصلا بيعدي نفسه ان هو عاوز ينفس على كاس العالم فمنتخب الياباني من منتخباته طبعا المرشحة بجانب طبعا رأيه منتخب الكوري الجنوب طيب خلينا نتكلم كده عن يعني انت في فترة دلوقتي كل الدول وكل الدوريات وكل المنتخبات مستعدة وعملت فترة يعني استعداد قوية جدا من موسم لموسم من بطولة لبطولة وحنتكلم تحديدا هنا لو حنقول عن الدوري الأسباني بتشوف إيه اللي بيستجد يعني بداية كده انت بتشوف إيه اللي بيستجد الفرق المختلفة بالإعداد بتاعها هل أنا قرنت نفسي شوية هنا الدوري المحلي أو الدوري المصري هتلاقي فيه استعداد تاني شكل تاني بأبين تطوير هناك مثلا يعني خلينا نعرف استعداداتهم من المواسم جديدة بتبقى شكلها عامل إزالي ده يهمني جدا هل إحنا منتطلع دايما العالم بيعمل إيه ولا إحنا قفلين على نفسينا برضو لا بالتأكيد طبعا يعني أكيد سواء المنتخبات أو الأندية عاملين حسابهم أن فيه ضغط مباريات سواء كان على دوريات البطولات المحلية أو القرية بجانب منتخبات سواء في المتوقفات الدولية أو البطولات القرية من ناحية المنتخبات وبالتالي الفرق عموما بتكون حطة لها استراتيجي بمعنى أن انت النهاردة بتعتمدش على سكواد 11 أو 12 أو عدد قليل حوالي 25 لعب وبطالب أن يكون الأساسي زي الإحتياطي وده حاجة رقم واحد اختلاف بيننا وبينهم لأن احنا مش كلنا بنعمل طبعا أكيد طبعا أن انت تتكلم برضو في الأمور المادية النهاردة لمعظم الفرق نحن نتكلم عن الفرق الأوروبية مثلا مثلا على سبيل المثال مثلا ريال مديد مبارح مثلا رغم أنه يعاني من صعوبات كثيرة في الموسم الحالي من ناحية الإصابات تتكلم عن دائما تيب كورتواء لمونيتاو وليعباء لكذا لعب عنده كم من المصابين حتى كان أخيرهم فانيسيوس غاب فترة ورجع من فترة طبعا ولكن النهاردة المعظم الفرق الكبيرة لازم يكون عندها السكواد واحد علشان تقدر أن تكمل الموسم في الدوريات المحلية وفي البطالة القرية كمان دلوقتي الموسم عموما بقى صعب عموما أنت تتكلم على فيه بطولة أفريقيا في لعب أفريقيا مرتبطين بمنتخاباتهم بطولة أسيا لعباء مرتبطين بمنتخاب أسيا منتخابات أساوية بتتكلم على في نهاية الموسم فيه بطولة أمم أوروبا وبطولة الأمريكا الجنوبية فبتتكلم أن فيه أربع بطولات قرية هتتلاعب في موسم واحد فبالنسبة لكده هيكون فيه ضغط كبير على اللعيبة فطبيعي أن الأندية حتى عينها على الموضوع ده المظلوم في القصة دي هي اللعيبة وهي أكتر من اللعب اشتكى أنهم بيعتبرون نفسهم ويقولوا إحنا نبقين عبارة عن آلات منلعب في نفس الوقت ده بيستانفلس برضو من مجهودهم من منطقتهم من النهاردة مش هتشوف الرتم واحد طول الموسم أكيد هيحصل ضربات لكن في الأول وفي الآخر أكيد الأندية حتى عينها عن نهاية النازم هيحصل فيه مشكلة لكن برضو هيوصل لنهاية الموسم حققت إيه